عن أبي زر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا زر ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد قال فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة قال فقلت هذا فقال يا أبا زر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد قال فنظرت فإذا رجل ضعيف عليها أخلاق جمع خلقه وهي الثوب الخلق المقطع فقلت هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من هذا وعن فضال ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم يعني يقعون من شدة الجوع في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن صرف إليهم وقال لهم لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة وروا البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما تقولون في هذا فقالوا حري إن خطبا أن ينكح وإن شفعا أن يشفع وإن قالا أن يسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا وعن سالم بن أبي الجعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي لو أتى باب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه ولو سأله فلسا لم يعطه إياه ولو سأل الله تعالى الجنة لأعطاها إياه ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه وما يمنعها إياه إلا لهوانها عليه وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون عليهم